تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا في البداية بدي أوضح أني ما قدرت أصور نصف النهائي في مباراة سان جيرمان أو مباراة بارمينة عشان كان عندي التزامات مسبقة من زمان كنا متعودين أنه في شهر ثمانية ما فيش مباراة دوري أبطال يوم ثلاثة وأربعة فكان عندي بعض الاتفاقيات مع قنوات تلفزيونية فكان صعب جدا نصور في وقت الحلقات خلينا نعوضها بهذا الفيديو حضرت المباراة شفناهم وشفت أصداء الناس أعتقد أوضح نقطة عند الجميع والكل بيعرفها إنه بنهاي بصير أي شيء القوي ممكن يغلب الضعيف والضعيف بيغلب القوي في هذا المباراة فيه 2 قويين جدا ربما أكثر شيء واضح إنه بايرن ميونيخ أمام برشلونة والنتيجة واحد واحد برشلونة أهدر هدفين ولو جاءوا لربما اللقاء راح باتجاه آخر ومع ليون نفس الشيء قبل ما بايرن يحسم الأمور نوير يتدخل وأبقى في المباراة في حين سان جيرمان واضح جدا إنه بالشرط الثاني بصير أفضل بصير أقوى بصير أسرع أنا عجبني بسان جيرمان لما شفت مباراتهم على اللايبز يكشت مباراتهم لقبلها مع أطلنطا إنه نعم فيه 2 خارقين فرديا نعرفهم جميعا نيمار وإمبابي بس منحول هدول الـ 2 خارقين فيه فريق جماعي جدا بيوظف مهارات نيمار وإمبابي لصاح الجماعة والعكس أيضا يؤخذ لي تدخل صراحة بشكل ممتاز للغاية بس بالنسبة لبايرن أكيد هو شاف لك يعني من الفريق بنفتح دفاعه فما بارك أمام اثنين خارقين جدا من حيث السرعة والمهارة يعني أمام برشلونة ما لعب ضد ناس سرعين ما كان فيه سرعة بالارتداد لأنه كان يرتكزوا عميسي سواريزي جريزمان بتلحقهم أمام ليون ما لقيش السريعين الخارقين فرديا هدول الـ 2 نيمار وإمبابي خارقين فرديا وسريعين يعني ربما لقتت إمبابي ضد الأرجنتين شهيرة جدا بعشر ثواني الزلم يأخذ ركل الجزاء من نص الملعب فهذا اللي رح يعرفه في الحك وهذا اللي يعرفه في الحك فالتوقع المنطقي هون أنه ما يلعب بنفس الاسطوب اللي يعب فيه آه حيلعب ضغط عكسي بس مش هيلعب بهذا الضغط العالي المجنون حيطبق مفاهيم شوي من الضغط العكسي بس ما هيلعب بهذا الشكل ما هيلعب بهذا الشكل الانتحاري هيكون دائما خط دفاعه مرتبط بمراكز نيمار وإمبابي هيكون دائما عينهم عليهم فيها مخاطرة لكن أيضا فيها مخاطرة عسان جيرمن إنه حاول يرتد بسرعة أمام فريق بلعب ضغط عكسي قوي جدا زي بايرام ينخ فممكن يصير افتكع الكرة مثل هيك استراتيجيات فيه فريق بحب يرتد زي سان جيرمن عنده القدرة يرتد وفريق بحب يضغط وبيهجم بطريقة انتحارية بثم اللعبين عمنطقتك دائما الفايصل فيها مين اللي بيضرب أول يعني إذا حيعمل بايرام ينخ ربما يضغط سجل سان جيرمن حيتورد لأنه حيصير مستعجل يطلع الكرة ما حيقود يتربص له انه تعال اطلع عشان ارتد عليك وهو أيصلا بايرام حصير يتحفظ حيصير سان جيرمن هو المطالب يلعب له بالأسلوب كثير صعب لو صار العكس وسان جيرمن اللي تقدم وقدر يضرب الارتداد هنا حان نحكي باختصار إنه سان جيرمن قطع ربما 90% نحو لقبه الأول فالبتواضحة هي حتكون مخاطرة من الاثنين ما أتوقع في لك كثير يغير أتوقع اللي حيعمله حيخدي شوي وقع أكثر شوي خط دفاعه وأسلوبه نسبي مع مكان نيمار وإمبابي في الملعب هذا نهائي اثنين عندهم شخصية لأنه الاثنين عندهم لاعبين لعبوا نهائي دوري أبطال أوروبا ولعبوا نهائيات كبيرة عندك إمبابي لعب كأس عالم دي ماريا لعب دوري أبطال أوروبا نيمار لعب دوري أبطال أوروبا نهائي طبعا وده منرجع دام بالتشكيل حنلقي أكثر من لاعب عنده خبرة كبيرة في مكان معينة في بطولة معينة وبالمقابل هو بايراميينك مجرد اللي انت مأنا بايراميينك هو شخصية لوحده عراقة لوحدها يعني داما بقول أنه العلامة الرياضية الثانية في العالم من حيث البرستيج خلينا نحكيها باختصار بعد ريال المدريد هو بايراميينك عشانك داما بعامله معامله خاصة لما أحكي عنه أو أتعامل معه لأنه كباقره صراحة بغض النظر أني ما بشجعي فهذه هي مختصر اللقاء تعتمد مين حيضرب الضربة الأولى حيعدلوا شوي نسبيا كثير مهم شخصية لعبة وسط سان جيرمان ما تنهز لأنهم إذا اهتزوا حينهاروا حيخسروا هذه هي المختصر اللي شفناه وقاس بكثير لما كان في حلقات إن شاء الله نكون معكم لأول مرة في حلقة بعد نهاية دور أبطال أوروبا لأني بالعادي ما بصور بس عشان نعتذر لكم عن اللي صار في نصف النهائي والسلام عليكم ورحمة الله